عادت عجلة استعادة المناطق من سيطرة ميليشيا الحوثي للدوران بسرعة مع بدء قوات الشرعية معارك حسيمة لاستكمال استعادة مناطق لا تزال تسيطر عليها الميليشيا في بعض المحافظات اليمنية من بينها تعز وحجة خلال الساعات الأخيرة أكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الشرعية استعادت منطقتين لكويحا ولطوير الأعلى في جبهة مقبنة غربي المحافظة والتحمت مع بعضها وسط تقدم متسارع وبحسب مصادر ميدانية فقد تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة وتمت مصادرة معدات وذخائر خلفتها الميليشيا كما أعلنت قوات الشرعية فرض سيطرتها الكاملة على جبهة الكتحة الاستراتيجية بمديرية المعافر بمحافظة تعز والتي تملك أهمية استراتيجية لأنها تشكل نقطة ربط بين أربع مديريات هي الوازعية والمعافر ومقبنة وجبل حبشي غربي المحافظة وساهمت السيطرة عليها في التحام القوات الحكومية مع بعضها بعضا كما كسرت استعادة جبهة الكتحة الحصار الذي فرضته على مدينة تعز الميليشيا الحوثية للسنة السادسة على التوالي إضافة إلى أن هذا التقدم ساعد قوات الشرعية في المضي قدما نحو استكمال استعادة منطقة البرح وفتح الطريق الرئيس الاستراتيجي تعز المخة والآن التحمنا مع اللواء 17 في قهة الطوير وتم إحراق عربة وأسر مقاميع والبقية الآن في حالة هروب إن شاء الله سيتجه الشباب الآن إلى قهة البرح بعد قليل على جبهة أخرى أطلقت قوات الشرعية خلال الساعات الأخيرة عملية عسكرية مباغتة ضد ميليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي البلاد استعادت خلالها عددا من المناطق في مديرية عبس كما دارت معارك حامية للسيطرة على الخط الدولي الرابطي بين محافظتي حجة والحديدة أسفر عنها وصول قوات الشرعية إلى سوق البداح في مديرية عبس وتطويقه ترجمة نانسي قنقر